مجز للأنباء هذا المساء من تلفزيون النهار نستهله بالعنوين أحمد الجربة يربط مشاركته في مؤتمر جناف 2 بضمانة عربية وخاليجية وولد المعلم يؤكد أن الحكومة السورية لن تذهب إلى جناف لتسليم السلطة الحكومة تخصص زياد من 100 مليار سنتيم لتغطية المصاريف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار تأجير العمائر وكذا النقل لموسم الحج عقد الأمين والعام للأمم المتحدة بانكيمون أول اجتماع له مع رئيس الاعتلاف الوطني السوري أحمد الجربة في نيويورك وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أن أحمد الجربة قد أكد استعداد الاعتلاف لإرسال ممثلين عنه إلى مؤتمر جناف 2 حول سوريا والمزمع عقده منتصف شهر نوفمبر القادم وكان أحمد الجربة قد شدد في وقت سابق على أنه لن يحضر جناف 2 إلا بضمانة عربية وخاليجية وأنه يجب أن يكون هناك غطاء عربي حقيقي لأنه حماية للشعب السوري من ناجاته شن وزيره الخارجية السوري وليد المعلم هجوما على الاعتلاف السوري المعارض موضحا إلى أنه سقط في أعين السوريين عندما طلب أمريكا بضرب سوريا واصفا إياه بأنه صنع في الدوحة موضيفا بأن الحكومة السورية جاهزة لذهب إلى مؤتمر جناف 2 لكن لن تذهب إلى جناف لتسليم السلطة بل للحوار فقط مع أحزاب المعارضة المرخص لها في سوريا وقال كذلك وليد المعلم أن تخلي دمشق عن الترسان الكيموية يمكن تعوضه بأسلحة ردع أخرى غير محرمة دوليا أكد اليوم الأحد وزير والإعلام السوداني أحمد بلال عثمان أن الحكومة لن تتراجع عن قرار يزيادة في أسعار الوقود والذي أدى الاحتجاجات دموية وانتقادات من داخل الحزب الحاكم في السودان من جهتهم ندد مسؤولون في الجناح الإسلامي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم نددوا بأسلوب القمع الذي اتبع في تعامل مع المظاهرات التي خرجت احتجاجا على رفع سعر المحروقات ووصف كذلك المسؤولون استخدام العنف في قمع الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود بأنه خيانة لأسس النظام ولا يحقق العدالة والحق في التعبير السلمي في العراق أفرزت الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق تحولا تاريخيا أصبح فيه رئيس العراقي جلال طالبان الرجل الثالث في حين دخل على المعادلة الكردية بقوة اسم نوشروان مصطفى والذي أصبح الرجل الثاني في الإقليم وتمكن نوشروان مصطفى من استقضاء بمعظم جيل شباب الكردي وطمح للتغيير وكسر احتكار الحزب بين الحاكمين بزعمة طالبان للمال والنفوذ والسلطة وهذا الأمر مكن نوشروان مصطفى وكذلك حركة التغيير التي أسسها منذ أربعة أعوام مكنها من إحداث تحولات سياسية كبيرة داخل البيت الكردي قتل اليوم الأحد ثمانين وثلاثين شخصا على الأقل وأصب خمسة وسبعين أخرين بعد انفجارين شهدتهما مدينة بيشاور الباكستانية والتي تقع شمال غرب العاصمة إسلامباد ووقع تفجيرين في أحد الأسواق التاريخية ورجحت مصادر طبية أن عدد القتلى سيرتفع خلال الساعات القادمة القادمة أعلن الكيان والصهيوني إلقاء القبض على جاسوس إيراني أرسله الحرس الثوري إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي حسب ما أعلن عنه اليوم الأحد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي المضاد للجوسسة والمعروف باسم الشين بيث حيث ألقي القبض عليه وبحوزته الصورة للسفارات الأمريكية بتل أبيب وألقي القبض عليه في مطار بنغريون حيث كان حاملا لجواز صفر بلجيكي توفي طفل فلسطيني عمره يوم واحد على الجانب المصري من معبر رفح ونشر موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة بغزة أن أم الرضيع محمد عادل المشهراوي والقادمة من الجزائر في زيارة إلى غزة بقيت طوال يوم الجمعة على الجانب المصري من المعبر دون السمح لها بالعبور واضطرت أن تبيت الليلة في مطعم قريب من المعبر حتى وضعت مولودها وأضح دائما نفس الموقع إلى أن الأم إيمان المشهراوي وضعت تفلها في ساعة متأخرة من الليل وتوفي صباح السبت على المعبر بسبب إغلاق السلطات المصرية له بالعودة إلى أخبارنا الوطنية حيث سيعقد ظهر اليوم مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بودفليقة بعد غياب دم تسعة أشهر كاملة وسينقش المجلس مشاريع قوانين حساسة واستراتيجية وعلى رأسها قانون المالية لسنة 2014 وكذلك سيناقش المجلس قانون المناجم وقانون العقوبات إضافة إلى قانون السمع البصري وبنعقاد مجلس الوزراء ستعرف العديد من القوانين طريقها إلى الغرفة السفلة من البرلمان ويذكر إلى أن مجلس الوزراء كان من المزمع عقده الأربعاء الماضي لكن تم تأجيله في آخر لحظة سيقدم مشروع القانون المنظم لمهنة المحامات أمام أعضاء مجلس الأمة غدا الأثنين حسب ما جاء في بيان للمجلس اليوم الأحد وأوضح نفسه البيان إلى أن مجلس الأمة سيستأنف أشغاله في جلسات عامة ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحامات وللتذكير فقد نقش نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع خلال الدورة الرابعية الماضية وصدقوا عليه يوم الثاني جوليا كشف رئيس نقابة المحامين للعاصمة عبد المجيد سيليني على هامش ندوة خاصة بذكرى النقيب عمار بن تومي كشف بأن العديد من المحامين في العاصمة يرفضون صيغة قانون المحامات وما تتضمنه بعض المواد كما أضاف النفس المتحدث أن اللجوء إلى مجلس الأمة هو الحل الأنسب لتدارك الأخطاء في صيغة القانون جاء هذا في ميكروفون محمود حيمر على مستوى منظمة الجزائر العديد من المحامين ليسوا راضون عن الصيغة التي جاء بها هذا القانون فالطريقة الوحيدة الحالية هو اللجوء إلى مجلس الأمة وطلبه وعرض عليه ما يمكن أن نقدم من تعديلات وإذا قبل بها مجلس أمة فقانون لابد أن تشكل لجنة مكونة من الهائطة للبرلمان ومن مجلس كما والتي تحت سياغتها تقوم بسياغة المادة أو المواد التي يمكن إعادة النظر فيها وتعرض من جديد على التصويت أو المصادقة خصصت الحكومة زياد من 100 مليار سنتيم لتغطية المصاريف الإضافية والنتجة عن ارتفاع أسعار تأجير العمائر وكذا النقل والتي انعكست على التكلفة الإجمالية لموسم الحج لهذه السنة حيث أعلنت السلطات تحمل كل هذه الأعباء المالية عن 28.200 حج جزائري وقال رئيس وديوان الوطني للحج والعمر الشيخ بربارة أمس أن الحكومة تكفلت بدفع 40.000 دينار عن كل حج كفارق ناتج عن الزيادات في تكلف الحج لهذا الموسم بإجمال يقدر بـ 112 مليار سنتيم تم صرفها على إيواء ونقل 28.200 حج جزائري وبهذا مشاهدنا نأتي إلى ختم هذا المجلس شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر